فيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية وهناك مجموعة من المرتكزات الرئيسية التي نطالب بإدخالها في هذا المشروع وأنه من المفيد إدخال بعد تعديلات على قانون المسطرة المدنية من أجل تنزيل مجموعة من المبادئ الكبرى من الإرادة الملكية في جعل القضاء في خدمة المواطن إلى ضمان النجاعة القضائية إلى جعل ورش الرقمية الآلية الرئيسية في التعامل مع القضاء إلى إحاطة المواطن علما بكل حقوقه التي تكفلها له القوانين الجاربية العمل في بلدنا الحبيبة وهناك مجموعة من المقترحات التي تم اقتراحها في مكتب جمعية هيئة المحامين إذا رغبتم في أن أسرد عليكم هذه المواد مثلا هناك المواد 76 و 96 من هذا المشروع من القانون المسطرة المدنية نرغب في عدد سياغات هذه المواد بشكل تقدم في المقالات والمذكيرات التي يضعها المتقادي المحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه سواء المحامي المختار من المتقادي أو المحامي المعين في طار المساعدة القضائية مع تدقيق القواعد القانونية والآليات التي تضمن السرعة والمسؤولية في ذلك التعين وهذا الاتزام من قبل المحاميات والمحامين وإعلان صريح على الانخيرات والمساهمة في وش جعل القضاء في خدمة المواطن كذلك هناك المادة 375 من المشروع إذ نستحضر الخلفية التي أسيست عليها المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في تلك المادة المتمثلة في كون طعن بالنقد سيصبح موقفا لتنفيذ لتنفيذ الأحكام التي تصدر في مواجهة الأشخاص الاعتبارية المنكرة في تلك المادة وعلى رأسي تلك المقتضيات هو افتراد ملائة دم تلك الأشخاص الاعتبارية فإن من حق المواطن أن يستفيد هو كذلك من تلك المقتضيات الجديدة تفعيلا للفصل السيطاني من الضصور الذي ينص على أن القانون وأسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا داتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال لهذا نقترح أن تضاف فقرة في تلك المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الداتيين الذين يطعنون بالنقد في أي مقرر قضاء نهائي أن يكون طلب النقد موقفا للتنفيذ عندما يودعون بكتابة ضبط لدى محكمة النقد المبلغ المحكوم به أو كفانة مالية بنكية به تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقد وبهذا المقترح ستضمن حقوق المستفيد من الحكم وسيضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تلغي فيها محكمة النقد المقرر المطعم فيه وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقد استرجاع المبلغ الذي يضطر إلى تنفيذه قبل أن تبدأ محكمة النقد في طعنه كذلك هناك المواد 10 والمادات 69 من المشروع أن ضمان الحق في دفاع المواطن على نفسها من القضاء ومن الحقوق الأساسية والحقوق الكونية المعترف بها سواء في القوانين المغربية أو في جميع القوانين البلاد الأخرى فتسمى تكرسها كمفادئ من نظام العام لا يمكن إخلال بها لهدف أن الغارمات المنصوص عليها في تلك المادة تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنة مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن ومع ما نصت عليه المواطق الدورية التي صدق على المغرب ذاك أن الفصل 118 من الدستور ينص على أن حق التقاضي مضمون وأن لكل شخصين الحق في الدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون كما أن المادة 8 من إلى العالم الحقوق الإنسان تنص على أن لكل شخصين الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطني المختصى لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياها الدستور والقانون كما أن المادة 14 من العادة للحقوق السياسية والاقتصادية تنص على أن الناس جميعاً سواسية أمام قضاء وكما أن المادة 26 من هذا العادة تنص على أن الناس سواسية أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوي في التمنتع بحمايته لذا فإن نفرض الغرامات المالية لفايدة الخزينة سيؤدي إلى تردد المتقادين في اللجوء إلى القضاء والسعمال وسائل الدفاع عن أنفسهم وخوفهم من أن يتعرضوا إلى الحكم عليهم بتلك الغرامات العالية علماً أن الحالات المذكورة في تلك المواد إذا ما ألحق الضرر بالغير في القوانين الجاربية المنظمة للتعويض أو المنظمة لعقوبات الجرية كافلة بمواجهة ما قد يتضرر منه المجتمع أو الأفراد لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد